وبالتزام مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة أكدت مؤسسة حياة كريمة على شك بكل أشكال العنف والتدمير التي تؤدي إلى سقوط ضحايا من الأبرياء وأفد بيان لمؤسسة حياة كريمة أنه بمناسبة هذا اليوم نتذكر الأرواح التي فقدت والأسر التي تشردت في فلسطين وذع البيان إلى تكتيف الجهود الدولية لمنع الإبادة الجماعية وحماية حقوق الإنسان في كل مكان كما أكد على دور المؤسسة في دعم الجهود الإنسانية وتقديم العون للمتضررين في أي مكان